السلام عليكم ورحمة الله اهلا بطلبة الصف الاول السنوي هنشرح الدرس الاخير في الجبر والعلاقات والدوال اللي هو متبينات الدرجة التانية في مجهول واحد وبكده هنكون انهينا الوحدة الاودة ان شاء الله يلا بينا نبدأ احنا درستنا في السنوات اللي قبل كده متبينات من الدرجة الاولى في متغير واحد والمفهوم بتاع حال المتبينة هو ايه ان احنا نجيب كل القيم المجهولة اللي بتحققها المتبينة خليها ناخد مثال عشان نفتكر لو عندنا المتبينة ناقص ايبين سين زيت 5 اكبر من او بتسوي 6 وعاوزين نجيب كل قيم سين اللي بتحقق المتبينة لو تفكر كنا بنعمل ايه كنا بنودي 5 الطرف التاني هتبقى ناقص ايبين سين اكبر من او بسوي 6 ناقص 5 حاولنا خمسة الناحية التانية وبعدين هتبقى ناقص ايبين سين اكبر من او بتسوي 1 ومنها عاوزك تاخد بالك بقى من نقطة مهمة احنا لو بنيجي نقسم على عدد سالب اللي هي نقص اتنين عشان نوديها النحية التانية او نضرب في سالب لازم نغير علامة المتباينة هتبقى سين عندنا اقل من او بسوي نقص نص وهتبقى قيم سين لحل المتباينة هي بسين بتنتمي للفترة المفتوحة نقص مالة النهية ونقص نص طبعا النقص نص مقفولة ليه? يعني اللي عندنا في المتباينة انها سين اقل من او بسوي نقص نص. وكنا بنرسب على خط الاعداد بالشكل ده. كنا بنقص بخط الاعداد. انها سفر واحد نين تلاتة نقص واحد نقص اتنين. نقص نص تقريبا هنا بالمكان ده نقص نص. ويبقى حل المتباينة بالنقص مالة نهية لغاية نقص نص. واضح كده ده اللي احنا كنا تعلمناه السنوات اللي قبل كده. السنة دي عاوزين نحل بقى معدد الدرجة التانية في مجهول واحد. خلينا نشوف نحلها ازاي? علشان نحل المتباينة من الدرجة التانية. خلينا الاول نفتكر شكل المتباينة بقى بقى عامل ازاي? بتبقى الف سنتربيع زيت به سنترirtyم والمتباينة بتاخد لا اما اكبر لا اما اصغر قلي من او يساوي او اكبر من او يساوي. طبعا بتساوي السفر. حنعمل له عشان نحلها اول حاجة. بنكتب الدلية المرتبطة بالمتباينة. يعني ايه? يعني عندنا المتباينة الف سنتربيع زيت prettyum هنكتب الدلية المرتبطة بهه. هتبع على الشكل ده. اللي هي ده بيساوي الف سنتربيع زيت بيه سنزا الجيم. وطبعا الف وبيه هو جيم ينتمو الحا. والف لا تساوي سفر. دي اول حاجة بنعملها. بنعمل ايه تاني? بندرس اشارة الدلة على خط الاعداد. كنا بنعمل الكلام ده ازاي لو تفتكروا? كنا بنجيب المميز بتاع المعادلة دي? اللي هو به تربيع نص اربعة الف جيم. ونشوفه هالا اكبر من السفرة او اقل من السفرة او ساوي سفر. يبقى بندرس اشارة الدلة على خط الاعداد. دي تاني خطوة بنعملها. ايه خطوة ثالثة. بنحدد الفترات اللي بتحقق المتبين. يعني ايه? يبقى بنجيب جميع قيم المتغير سين اللي بتحقق المتبين. ووضح كده? خلينا نشوف امثلة عشان نوضح اكتر. اوجد مجموعة الحل للمتبينات التربعية الاتية. عندنا اول واحدة سين تربيع نص اتنين سين اكبر من ثلاثة. والتانية سين نص اتنين لكل تربيع اقل من او يسوي نص خمسة. خلينا نشوف رقم الف. علشان نحل المتبينة دي هنطبق اللي احنا قلناه من شوية. اول حاجة هنكتب الدلة المرتبطة بالمتبينة. رقم اتنين هندرق شرط الدلة. رقم تلاتة هنحدد الفترات اللي بتحقق فيها المتبينة. يلا نبدأ نحل. عندنا الدلة المرتبطة اللي هي ده السين بسوي سين تربيع نص اتنين سين ناقص تلاتة. طبعا احنا بنودي تلاتة النحية التانية باشارة مخالفة? في المتبينة. متبينة عندنا اصلا ايه? سين تربيع نص اتنين سي ناقص تلاتة اكبر من السفر. دي المتبينة اللي احنا عوزين نحلها. فالدلة المرتبطة طبيعية هي دل سي بيسوي سين تربيع نص اتنين سي ناقص تلاتة. دي اول خطوة. الخطوة التانية هنعمل ايه? هندرس اشارة الدلة. هندرس شارت الدلة ازاي? ان احنا هنجيب المميز بتاع المعادلة. بنجيب مميز المعادلة اللي هي ستة ربيع نقص اتنين سين نقص تلاتة بيسوي سفر. عندنا الف بتسوي واحد وباي بتسوي نقص اتنين. وجين بيسوي نقص تلاتة. هنعوض في المميز. عوضت في المميز والقيم هتلعت اكبر من السفر. هاي اثناء زيباء عندنا ايه? يعني ايه دي المميز يكون اكبر من السفر? تمام برافو عليكم. المعادلة دي لها جزرين حقيقيين مختلفين. نجيبهم ازاي? لا اما بالتحليل لا اما بالقانون. هل المعادلة تتحلل? نبص كده. اه بتتحلل. احلل لها المعادلة سين ناس تلاتة وسين زايد واحد. يبقى الجزرين اي هم? يبقى سين متسوي تلاتة وسين متسوي ناس واحد. هي دي جزور المعادلة. طيب دلوقتي هنحدد الاشارات على خط الاعداد زي ما تعلمنا في الدرس اللي فات. هنا عند سفر. الجزر الاولاني بتلاتة. وهنا عند سفر. الجزر بنقص واحد. هنا بنقص مالا نهاية المالا نهاية. هيا يا سادزة هنحددها ازاي? فاكرين? كان الجزء اللي في النص ده عكس اشارة الف. وهنا كان مثل اشارة الف. وهنا مثل اشارة الف. طيب عندنا الف بكام? الف هنا بواحدة مجابة. ما بين تلاتة ونقص واحد? عكس الاشارة بها هنا سالبة. وهنا مجابة. وهنا نفس الكلام مجابة. مثل اشارة الف. كده طلعنا اشارة الدلة اللي هي مجابة من سالب مالا نهاية لغاية نقص واحد ومن نقص واحد لغاية تلاتة سالبة. وبن تلاتة لمجاب مالا نهاية مجابة. طبعا عند نقص واحد وتلاتة قيمة الدلة بتسوسف. طيب كده youtube نحدد الفترات اللي بتحققها للمتبين. عندنا المتبينة اللي هي سين تربيع ناقص اتنين سين ناقص تلاتة اكبر من السفر. نبص كده على خط الاعداد اللي هي اول فترة اللي هي سين بتنتمي للفترة من ناقص مالة نهاية الى ناقص واحد. وايه تاني? وسين بتنتمي للفترة من تلاتة لمجم مالة نهاية. دول الفترتين اللي فيهم الدلة بتبقى موجابة. وبالتالي مجموعة الحل المتبينة هم اتحاد الفترتين دول. ازل مجموعة حل المتبينة اللي هي حاهم عادة ناقص واحد وثلاثة. طبعا ناقص واحد وثلاثة احنا قلنا انهم مجزوروا المعادلة واللي بقى فيها الدلة بتساوي سفر. اعودش تاخد بالكم من حاجة مهمة جدا? احنا ليه بنبحث اشارة الدلة لو بنيجي لحل المتبينات? انتو عارفين ان اشارة الدلة بتطلع لنا فترات اللي بيكون فيها الدلة مجابة او سالبة او بتساوي سفر. ومجموعة حل المتبينة هي عبارة عن فترات. فالعلاقة بينهم واضحة. فمجموعة حل المتبينة اللي اهمة بتبقى هي عبارة عن الفترات اللي انت بتبحث فيها اشارة الدلة كلها او مجموعة جزئية منها. عرفتوا العلاقة بين الاتنين? خلونا نشوف المسألة به. المتبينة عندنا سين ناقص اتنين لكل تربيع اقل من او يسوي ناقص خمسة. خلونا نبسط المتبينة الاول. هنعمل اول خطوة اللي هنكتب الدلة المرتبطة بالمتبينة. واضح كده. تاني خطوة ايه? هنبحث الشرط الدلة. اللي هي ده السين بتساوي سين تربيع ناصة اربعة سين زي التسعة. هنعمل ايه? هنجيب المميز. عندنا قلب بيساوي واحد. بيه بيساوي ناصة اربعة. جيب بيساوي تسعة. هنعود. خدت بالكم بعد مع وقت تلاتة النتيجة ناصة عشرين. ودي اقل من السفر. هيا يا ستزة. يبقى الجزور ايه? تمام. مركبة غير حقيقية. وبالتالي يبقى شارة الدلة ايه? بتعتمد على قيمة الف. عندنا الف هنا بواحد. مجابة اكبر من السفر. يبقى شارة الدلة مجابة لجميع قيم سين تنتيم الحا. واضح كده شارة الدلة مجابة لجميع قيم سين تنتيم الحا لانه الف اكبر من السفر. لو قيمته بساوي واحد. الخطوة التالتة هنجيب مجموعة الحل المتبينة. اللي هي سنتر بيع نصر باع سين زي التسعة اقل من او بيساوي سفر. هكذا ملاحظين حاجة? هو عاوز القيم بتاع السين بتاعة المتبينة اللي بتحقق ان المتبينة قل من السفر. مش موجودة اصلا. يبقى مجموعة الحل بيساوي فايل. واضح كده يا ستزة? مفهومة? نوضح. انت عندك المتبينة اللي هي سنتر بيع نصر باع سين زي التسعة اقل من او بتساوي سفر. ايه هي القيم اللي هنحطها للمتبينة بحيس ان العلاقة دي تبقى قل من السفر. مفيش. واضح? حط اي قيمة لسين. مفهومة كده يا ستزة? اتمنى لانتو تكونوا استفدتوا. الدرس بسيط. محتاج منكم لانتو تتدربوا كويس. اجتهدوا في حل الاسئلة اللي انا بسيبها لكم. الحمد لله احنا كده اتمامنا الوحدة بتاعت الجبر والعلاقات والدوال. هنبدأ ان شاء الله في الهندسة. واعاوزكم تكونوا مركزين زي ما كنتوا هنا معي في الجبر. وهتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. بتنسوش دعمنا باللايك والشير. عشان زمالكم يستفيدوا. ولو عندك اي تعليقات او سفسرات اكتبوها تحت الفيديو ولا ان شاء الله هشوفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.